بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله صباحكم جميعاً أعزائي المشاهدين والمتابعين بكل خير أرحب بكم أجمل ترحيبة في هذا اليوم يوم الخميسة الموافقة السابع من شهر يناير لعام 2016 للميلاد حيث أن أقل لكم وقايع هذا السباق المقام اليوم بميدان الفليج بولاية بركة هذا السباق الذي يقيمه وينظم شهون البلاط السلطاني ممثلاً بالهجارة السلطانية هذه الفعالية التي انطلقت من يوم الأمس خصصة لسن الحجائق وسن اللقاية تستمر الفعالية بانطلاقة أشواط جديدة لفئات عمرية جديدة أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الأول الرئيسي المخصص لسن الإذاع المسافة المقررة لهذا السن هنا الخمسة كيلو مترات وكما أننا نحب التنويه لجميع الأخوة المتابعين أيضاً بعدم الدخول بمسار كاميرا التصوير وبذلك وجب التنويه نذهب مباشرة لكي نعطيكم الوصف الكامل والواضح عن ما يدور من أحداث من خلال رحلتنا المقررة لهذا السن أجد بالمركز الأول والصدارة جمهرة للهجانة السلطانية عملية التضمير والمتابعة مع أهلال بن حميد الحبسي المركز الثاني ظن أيضاً للهجانة السلطانية المضمر العبد بن علي الزرعي المركز الثالث سلطانة راشد بن سالب بن عبد الله الطوقي تتواجد على المستوى الثالث بينما المركز الرابع الشاهينية اسعيد بن فايل بن حزيم العويسي المركز الخامس الدخول يأتي بياضي اللحظات بن الشاهينية أحمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي المركز سادس هملولة اسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي المركز السابع الدخول من الشهينية حمداب بن حمد بن محمد الدرعي المركز الثامن مهمة صالح بن لغفيق بالصغير المالكي المركز التاسع هواية للهجانة السلطانية والمضمر محمد بن سعيد اليحافي المركز العاشر فجر سعيد بن يعقوب بن عبدالله السعيدي هكذا هي النتيجة والنداء الأول للعشر الأسماء الأولى المتقدمة والمنطلقة بهذا الشهود وما زالت مسيرة الإذاع مستمرة حاملة معها هذه الأسماء المميزة وهذه الشعارات شعار الهجانة السلطانية وشعار الأخوة المواطنين الذين يحب المنافسة بالأشواط الرئيسية وهذه جمهرة التي تتربى على عرش الصدارة تتقدم هذه الأسماء المنطلقة للهجانة السلطانية بقيادة المضمر هلال بن حميد الحبسي من بداية الانطلاق وهي بموقع الصدارة إلى حد هذه اللحظات هي التي تقود هذه المسيرة من الإذاع الابكار المنطلقة بالشعار الرئيسي بينما ظن التي تأتي على المستوى الثاني للهجانة السلطانية أيضا بقيادة المضمر العبد بن علي الزرعي والمركز الثالث وصلت الشاهنية وتقدمت إلى المستوى الثالث أحمد بن عبد الله بن شتيط الوهيبي والشاهنية سعيد بن فايل باللحزين من العويسي في المركز الرابع المركز الخامس الشاهنية حمدان بن حمد بن محمد الدرعي في خامس المراكز هملولة في المركز السادس تتواجد مع سعيد بن محمد بن سالم لهيبي المركز السابع وصلت فجر السعيد بن يعقوب بن عبدالله السعيدي في سابع المراكز بينهم المركز الثامن هوائي أيضا تحمل شعار صالح بالاغفيق بالصغير المالكي في ثامن المراكز والمركز التاسع هوائي للهجانة السلطانية مع محمد بن سعيد اليحافي والمركز العاشر سلطانه راشد بن سالم بن عبدالله الطوقي هكذا هي النتيجة والنداء الأول لهذه الأسماء المنطلقة والمجموعة الأولى العشر المراكز الأولى ما زالت تبادل ما بين المواقع منستمر الجميع يبحث عن الموقع الأفضل عن الموقع الأول موقع جمهره الحالي اللي ما زالت متمسك به لحد هذه لحظات يا السلام يا جمهره التي تحمل شعار الهجانة السلطانية قطعت نصف المسافة وهي على عرش الصدارة ما زالت هي بالمقدمة جمهره للهجانة السلطانية بقيادة المضمر هلال بن حميد الحبسي الذي يدفع بجمهره بالموقع الأول لكن ظن التي ترافق جمهره على المستوى الثاني ما زالت يحدوها من التغيير للموقع الأفضل ظن أيضا تحمل شعار الهجانة السلطانية مع المضمر العبد بن علي الزرعي مضمرا متابعا لانطلاق الظن على المستوى الثاني وصلت الأسماء تقدمت فجر سعيد بن يعقوب بن عبدالله السعيد إلى المستوى الثالث أراها تنتقل ما بين المواقع تبحث عن موقع أفضل بينما الشاهنية في المركز الرابع في هذه الحظات سعيد بن فايل بن حزيمي العويسي هواية وتقدمت إلى المستوى الثالث والحثات السلطانية مع محمد بن سعيد الأحافي وصلت الشاهنية لحمد بن حمد بن محمد الدرعي تقدمت إلى المستوى الثالث الشاهنية أحمد بن عبدالله بن شخص الوهيبي وصلت هاملولة سعيد بن محمد بن سال pluهيبي وصلت مشهورة للهجانة السلطانية بقيادة المضمر محمد بن سعيد الدرعي وصلت أيضًا اداصر ابراهيب بن علي بنشطيط الوهيبي وصلت أيضا هناك من الجانب الآخر جبار الهجانة السلطانية بقيادة المضمر محمد بنشطيط الحبسي لكن عود إلى المجموعة الأولى 1500 متر الأخيرة الفاصلة عن خط النهاية الفاصلة عن المنصة الرئيسية والقيادة والسيطرة ما زالت معظن القيادة معظن التي تحمل شعار الهجانة السلطانية بقيادة المضمر هلال بنحمد الحبسي يا سلام يا ظن أو هذه جمهرة هذه جمهرة انسيطرة كل سيطرة لكن تقدم بن الحزيم مع الشاهنية مع سعيد بن فايل بن الحزيم العويسي بدأ بالحركة والانطلاق والتقدم إلى المستوى الأول تحركت فجر فجر سعيد بن عقوب بن عبدالله السعيدي تقدمت ظن للهجانة السلطانية هواية الشاهنية مشهورة واهي الله السلام الله يا الاسم القادم مهمة صالح بن الغفايل بن الصغير المالكي لكن أعود إلى المركز الأول بدأنا ندشنا متار الكيلو الأخير الكيلو الأصعب بهذا المسار بقيادة فجر اللي غيرت فجر اللي انطلقت فجر اللي تصدرت سعيد بن عقوب بن عبدالله السعيدي لكن هناك جمهرة 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 للهجانة السلطانية بقيادة هلال بن حميد الحبسي الشاهنية سعيد بن فايل بن حزيم العويسي مهمة صالح بن الغفايل بن الصغير المالكي ومشهورة وشعار أحمد بن عبدالله بشتيط الوهيبي لكن جمهرة تعود للمركز الأول تنتزع هذا الموقع موقعها المميز التي انطلقت به من البداية لكن تابع لي وصول مهمة مع صالح بن الغفايل بن الصغير المالكي ما شاء الله 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 يا هذا الانطلاق والتغيير باللحظات الأخيرة مع مهمة مع صالح بن الغفايل بن الصغير المالكي تابع وصول وداع إبراهيم بن علي بن شتيط الوهيبي التي تأتي على المستوى الثاني الله هي العرض الثنائي بالشوط الرئيسي لسن الإذاع ما بين مهمة ووداع ما بين مهمة ووداع مهمة 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 صالح باللغف ويقبط صغير المالكي تريد أن تنهي المهمة بالفوز والانتصار لكن وداع لكن وداع لكن وداع اللي انطلقت بآذي اللحظات وداع لابراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي سلام الأبيض سلام سلام ميدان الأبيض سلام بمناسبة هذا الفوز وهذا الانجازة وهذا الانتصار الذي تحققه وداع بأولى أشواط الاذاع تهانين ونموس لبراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي بمناسبة فوز وداع المركز الثاني مهمة صالح باللغف ويقبط صغير المالكي المركز الثالث جمهرة للهجان السلطاني والمركز الرابع مشهورة للهجان السلطاني والمركز الخامس فجر سعيد ويعقوبا عبدالسعيدي المركز السادس الشاهنية صالح أوهاس عبدالحزيمي والمركز السابع أيضا لصالح ظن للهجان السلطاني والمركز الثامن لصالح أيضا هناك الوصول من هواية للهجان السلطانية بقية الأسماء تركها مالكية التحكيم نعود بالتهنية لأيضا إبراهيم بن علي بنشطيط الوهيبي بمناسبة هوز وداع التي استطاعته بكل قوة أن تحسن مجريات الشهوط الأول الرئيسي لسن الإذاع وتهدي ناموس ولمالكها إبراهيم بن علي بنشطيط الوهيبي أيضا حققت هذا الإنجاز المميز تهانينا والناموس للجميع